في حالة بعرفها زوجها بدت معاه من الصفر صار مالتي ملياردير صار يخونها يطلع مع بنات كتير يعني سوى اي شي ممكن يخطر عبالك عشان تتركه هو حابب تتركه بس هي متمسكة فيه تقول انا ما بتتركه لواحدة تانية تجي لانه انا اللي بنيته مثل ما قلنا تحمل المرأة نسبة تغاضيها القدرة على انها تكون حساسيتها تقدر تتحكم فيها هذه انا اشوفها ذكاء وقوة نيالا بس هي حتكون مكسورة لا من وجهة نظرة انتي انا شوفت حالة يعني شوفت حالة حقيقية من وجهة نظرة انتي تشوفينها مكسورة يعني بتظل تبكي اه اي لا بس بس في ناس عندهم هذا يعني حب بس نيالا يعني انا بجعب اقول نيالا شونو الحب هذا ايش الحب هذا اللي خليك تعاني بالصبح و بالليل تبكي وتنقهري ايوه لان انا متعودة اني انا احب النارجسية في العلاقة احب ان الريال يتحكم فيني احب انه يذلني الريال ايوه ايوه او المرأة اذا كانت نرجسية ام فيني طبعا احنا كلنا نرجسيين على فكرة انا وانتي وكل حد بس يعتمد على حسب بس طبعا جهاد النفس هذا انت تثبط نفسك هني ذكاء عاطم بس اللي متعودة وكثير مثلا فيه ناس وائد تنضرب فيه حريم تنضرب صح فيه ناس فيه حريم خاطرها تطلع من العلاقة مثل ما قدرت شاء الثلاث فيه ثلاثة مش موجودين لو واحدا وجدت واثنين ثانين من ما نوجده صدقيني هاي اللي انا بعرفها كلهم عندهم موجودين ومو راديتهم اي اي انا باقلتش فشيء الثاني اتخل عشان اولادي اذا تمت في العلاقة هي تبا هي تبا العلاقة هاي احنا فيه انا دوم اقول في التدريبي والجلسات الاستشارية اذا انتي ما في نية تطلعين ما بتطلعين اذا انتي ما في نية تتغيرين ما بتتغيرين فيه ناس مرتاحة بالحزن هاي مرتاحة لان ما يبون يطلعون من هاي الدائرة هذا كلهم يتعرفون دكتورة مايا من خلال الاستشارات اللي بتقدميها من هو الشخص الملام اكتر في الطلاق المرأة من الرجل انا معروف عني حيادية لان انا اؤمن ان كل حد له عيوبة واخطاء ومحاسنة فما اقدر اقول لك والله الطلاق الريال هو الاساس لا لان الرجل هو رجل من ادم صحيح التعدد موجود وتعدد العلاقات هذه موجودة انا اتكلم دايما في وجهة الحلال وكذا لكن المرأة في الآوينة الاخيرة سنقول في اخر عشر سنين طموحنا ما شاء الله اداءنا قمنا النافس فاعتقد ان كانوا موجودة بشكل خطأ اخطاء لا بشكل خاطئ لكن نتمنى ان الرجل يصبر قليلا ونحن يداد في الميدان انا ادعمناكم اذا صبرت قليلا أنا كنت قبل أن أقول الحق دائماً عن رجال 90% لكن لا اليوم على الأقصاص اللي عم نسمعه يمكن متل ما قالت الدكتورة 50-50